ايام ذهب رجل عجوز الى الغابة ليعبر الى الجانب الاخر من القرية وبينما كان يسير بهدوء رأى امرا غريب جسد متكوم اسفل احد الاشجار وعندما اقترب منه الرجل العجوز وجده ذئب الطبيعي عندما تجد ذئبا امامك انت خاف وتهرب ولكن هذا لم يحدث فالمسكين كان مريضا وهزيلا للغاية ويبدو عليه الضعف والاعياء الشديد بالاضافة الى ان مخلبه مصاب اصابة شديدة احضر الرجل العجوز حقيبة ووضع الذئب الصغير فيها وحمله معه الى المنزل وعند عودته الى المنزل قام بفحصه ووجد انه مصاب بشدة ولديه جرح في صدره اخذه الى البيطري والذي اعلن ايضا ان لديه ضلع مصاب تم عمل لازم مع الذئب الصغير وتضميد جروحه وصنع له الرجل العجوز مكانا للنوم لديه في المنزل خلف الباب وفر له الدفئة والطعام والرعاية اللازمة طوال فترة شفائه سماه الرجل العجوز سري وعندما كان ينده عليه كان يهرع اليه جريا ليأكل من الطعام الموجود لديه كما لو كان الذئب هو حيوانه الاليف مع الوقت نشأت صداقة بين الذئب وبين طفل صغير يسمى إلوشكا وهذا الطفل يسكن في المنزل المجاور وكان الاثنان يلعبون معا كثيرا وإلوشكا يحضروا اليه يوميا اطعمة مختلفة في يوم من الأيام يا أصدقائي استيقظ الرجل العجوز ليجد أن الذئب قد ذهب رحل لا يوجد له أثر بحث عنه كثيرا في كل مكان ولكن لم يتمكن من إيجاده مطلقا افترض الرجل العجوز أن سري ذهب إلى الغابة لكي يعيش حياته الطبيعية وسط الحيوانات يلتهم الغزلان ويأكل الماعز ويصبح ذئبا حقيقيا لقد تتبع غريزته بكى الصغير كثيرا ولكن الرجل العجوز طمأنه أنه سيقوم بشراء جرو صغير له مرت الأيام والشهور حتى اكتمل العامين على غياب سري وانشغل كل شخص بحياته حتى أن الرجل العجوز أوشك على نسيان قصة هذا الذئب الصغير وفي أحد الأيام بينما كان يعمل في الحقل جاءت إليه والدة إلوشكا وهي تصرخ باكية قالت إنها كانت تقوم بإعداد الطعام والصغير يلعب في الحديقة الأمامية وفجأة اختفى بحثت عنه في كل مكان ولم تجده اجتمع أهل القرية وقرروا الدخول إلى الغابة للبحث عن الصغير وقام الرجل العجوز بطل قصتنا بتجهيز بندقيته وعدته ودخل إلى الغابة للبحث معهم عن إلوشكا بعد أربع ساعات من البحث سمع العجوز صوت تحطيه